السلام عليكم تشهد منطقة البحر الأحمر توترا متزايدا بعد الهجمات على السفن التجارية حيث تعرضت يوم أمس سفينة نقل بضائع هاباك لويد الألمانية إلى إطلاق النار في المضيق بين اليمن والجيبوتي مما أدى إلى تضررها لكن لم يصب أحد من أفراض تاقمها بأي أدى أدانت الحكومة الألمانية الهجوم وتدرس الآن طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البحرية الألمانية في حماية السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وتم اتهام جماعة الحوتي اليمنية بالهجوم المسلح وقالت الصحافة الألمانية أن جماعة الحوتي تمتلك ترسانة من الطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية وقالت الصحافة الألمانية بأن جماعة الحوتي مدعومة من إيران رفض وزير المالية الألمانية بالحكومة الاتحادية كخيستيان ليندنا الذي ينتمي إلى حزب FDP الديمقراطي الحر دعوة حزب CDU الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يوجد بالمعارضة والذي طرح سؤال التقى بالحكومة الألمانية والذي دعا أيضا إلى انتخابات مبكرة في ألمانيا وقال وزير المالية كخيستيان ليندنا من حزب FDP بأنه يرفض اقتراح حزب CDU وأنه ليس لديه شك في أغلبية الحكومة وليس لديه شك في عمل مستشار ألمانيا وقال ميزانية سنة 2024 تم تحديدها ولا ينبغي للمستشار الألماني أن يشك في الأغلبية الحكومية في البرلمان يعني يقول بأن جميع الأحزاب التي تشكل الحكومة حزب اسبيد الاشتراكي وحزب الخضر وحزب FDP الليبرالي متحدين ومنسجمين بينهم وسوف ينظم أعضاء الاتحاد الديمقراطي الحر FDP الذي يشكل الحكومة استفتاءا عبر الانترنت هل يرغبون بالبقاء بالحكومة أو الخروج منها وقال زعماء الحزب أن نتائج هذا الاستفتاء لن تكون له تداعيات فورية ولا تلزم زعماء الحزب حزب الديمقراطيين الحر FDP الليبرالي لا تلزمهم بالانسحاب الفوري من الحكومة إذا طالب أعضاء الحزب الانسحاب الفوري من الحكومة ولأنه هناك الآن انتشار فكر لدى أعضاء حزب FDP الليبرالي يرغبون بالانسحاب من التحالف الحكومي مع حزب اسبيد الاشتراكي وحزب الخضر لكن رغم يعني بعد هذا التصويت الذي سوف يجرى قريبا لو أنه فعلا أعضاء حزب FDP طالبوا بالانسحاب من الحكومة وزعماء الحزب تشبتوا بالبقاء في الحكومة فيمكن أيضا أن يصعب مجددا عمل الحكومة واستقرارها ووحدتها وممكن إذا استمرت الخلافات والانشقاقات ممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى انهيار الحكوم تجري جامعة بايغويت البافارية تحقيقا في رسالة الدكتورة لأليسا فايدل رئيسة حزب البديل AFD بعد توجيه اتهامات لها بالسرقة الأدبية برسالة الدكتورة التي كتبتها سنة 2011 والتهمة تقول أنه يوجد 32 جزءا من رسالة الدكتورة يشتبه في كونها مقتطفات منسوخة وأنه يوجد 18 اقتباس وضع في رسالة الدكتورة مشكوكا في صحة توتيقها وهذه النتائج دفعت الجامعة إلى إحالة الأمر إلى لجنة النزاهة العلمية نفت أليسا فايدل رئيسة حزب AFD البديل هذه الاتهامات بشكل قاطع مدعية أنها جزء من حملة ضدها خاصة في ضوء النتائج الإيجابية لحزب البديل في استطلاعات الرأي وأكدت أن رسالتها للدكتورة تم فحصها بالفعل من قبل العديد من المختصين في البحث عن السرقة الأدبية دون أن يعتر على أي خطأ وأفادت أليسا فايدل أن عالما مستقلا قد وصف الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة أليسا فايدل تتولى أيضا رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل وتتمتع بمكانة قوية أيضا في استطلاعات الرأي مع حزبها حزب البديل الآن هم بين 20 إلى 23% ويعتقد أن تكون أيضا أليسا فايدل مرشحة حزب البديل لمنصب مستشارة ألمانيا في انتخابات البرلمان 2025 ويعتقد أن يحقق حزب البديل سنة 2024 نتائج قوية في انتخابات الولايات الألمانية بشرق ألمانيا انتخابات ولاية بغندنبورغ ولاية تورينغين وولاية زاكسن وممكن أيضا أن يحقق نتائج قوية بانتخابات البرلمان الأوروبي حزب البديل هو حزب ألماني دو توجه يميني ويطالب بوقف الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا التشدد بقضايا اللجوء والهجرة وأيضا يطالب بتغيير السياسة الأوروبية ومنح الدول الوطنية قوانين أكثر والنقص من قوانين التي تصدر من طرف الاتحاد الأوروبي عرضت القناة الثانية الألمانية سي دي اف القناة الرسمية استطلاعات للرأي لبرنامجها الشهير بوليت باغوميتا ونبدأ أصدقائي وسوف نرى استطلاع الرأي بخصوص شعبية الأحزاب حزب اس بي دي الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي له مستشار ألمانيا 14% حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه الاتحاد الاجتماعي المسيحي تسي دي او وتسي اس او الذين يوجدان بالمعارضة 32% حزب الخضر 14% حزب اف دي بي اللي بيرالي الحزب الديمقراطي الحر الذي يوجد أيضا بالحكومة 5% حزب البديل اف دي 22% حزب اليسار 4% فخايا فيلا 3% باقي الأحزاب 6% يدخل للبرلمان الحزب الذي يتجاوز عتبة الخمسة بالمئة أيضا سألوا مجموعة من المواطنين حول رأيهم بعمل الحكومة 27% يرون بأن الحكومة تقوم بعمل جيد 68% يرون بأن الحكومة تقوم بعمل سيء ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر أعلنت الحكومة الألمانية عن تغيير مستوى التهديد بسبب الحرب في الشرق الأوسط حيث حضرت وزيرة الداخلية نانسي فيزا من خطر الهجمات الإسلامية في ألمانيا وأكدت الوزيرة في تصريح لجريدة فخانكفوت على أن الحكومة الألمانية تأخذ هذا التهديد على محل الجد مشيرة إلى أن المنفدين الإسلاميين الفرضيين يشكلون خطرا دائما وبحسب تقرير الصحيفة يعتقد المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية أن الحرب في الشرق الأوسط قد تزيد من خطر تهديد الأمن في ألمانيا وفي حال تصاعد النزاع قد يرى البعض ذلك كتشجيع لتنفيذ هجوم ذكر كريستوف دي فريتس السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو لجنة الشؤون الداخلية عن وجود موجة قوية من التأثر العاطفي بين العديد من المسلمين والجهاديين ما يعتبر تهديدا كبيرا تم القبض يوم الخميس على ثلاثة رجال يشتبه في تخطيطهم لهجوم على مؤسسات يهودية في أوروبا وتقول الصحيفة الألمانية تاقس شاو بأنه من جنسيتهم هم فلسطينيان ولد في لبنان ويعيشان في ألمانيا ومواطن مصري يعيش في ألمانيا كما تم القبض على مواطن هولندي في هولندا بنفس الوقت وسوف يتم قريبا تسليمه إلى ألمانيا يشتبه بأنهم يعني أعضاء لتنظيم حماس وأبلغت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات من جهاز استخبارات أجنبي يعني جهاز استخبارات أجنبي هو من أخبر الأجهزة الأمنية الألمانية بهم وعن خطتهم للهجوم وتم التعرف أيضا على المتهمين ومراقبتهم والتصنط عليهم لكن يبدو أنه لم يكن هناك يعني تخطيط محدد للهجوم معلوم أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزا قامت بحضر حماس وعدة منظمات مرتبطة بها في ألمانيا ومنعت كل نشاطاتها كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء